لا إله إلا الله وصية الأنبياء الهر كلهم وفطرة النفس بالتوحيد في الناس وشعبة من سنة الإيمان أرفعها قامت بها السماوات السبع في القدم لا إله إلا الله من قالها خالصا نال النجاة بها دنيا وأخرى ونال السعد في الختم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أبضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نمضي وإياكم في برنامج فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر رصيد للإنسان يقدمه في حياته يأخذ ثمار هذا الرصيد عند الوفاة هذا الذي نسميه حسن الخاتمة قال الإنسان بيجمع مصاري بشان شو بيقول لك لا كبرتي ولا مرطي لا إله إلا الله أكبر رصيد لذلك أنبياء الله عز وجل كانوا يلتمثون من الله عز وجل مثل سيدنا يوسف يقول توفني مسلما عليها على هذه الشهادة والحقني بالصالحين والله يا أخوانا الكرام تصبروا أنه إنسان يعيش مثلا سبعين أو ثمانين سنة ويختم له بسوء الخاتمة يعني لا من الدنيا يطلع يعني بشيء مشرف وحسن الخاتمة لأنه يحشر المرء على ما مات عليه لذلك إلا شوفوا سوف أبدأ لكم بتاريخ الخلفاء على رأس سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر أنا هكي مقولة بأولى من عندي إنه لو الله كاتب له عشر سنين تانيات كان مفتح العالم كان وصله للصين هي وصل للصين بس كان خلص يعني الكرة الأرضية صارت مسلمة كلها سيدنا عمر طعن على رأس عمله وبعزيمته سيدنا عمر خلاص تشوف واحد قوة وهيبة شو نقول عنه عمري نضي الله عنه وارضاه لكن قدر كان سيدنا عمر يعني اختلف هو وسيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يريد أن يبقي الغرباء في المدينة مدينة صفاء ما فيه غير يعني الأنصار وأبناء الأنصار والمهاجرين وأبناء المهاجرين دخلوا العبيد ودخلوا الهيئة فكان ما كان يقول العباس يقول العباس عبد الله الإيمان لجهز حاله الواحد جهز القبر نحن لك نجهز هذا نجهز قال يطلع بالعيد يعني كيف يسموها يعني نزهة منيح عندك برنامج عم تجهز يعني لشهرين وثلاثة جهز للرحيل المشرف من هذه الدنيا جلس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على رأس عمر وعمر يقول المغرور من غرر تموه مغرور اللي غريتو لا تجي تقلي هلا أنا تاريخي مشرف وغزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام أعرف لكن لا تغرني والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لفتديت به من هول المطلع لو عندي مال الدنيا بس بدفعوا كل ياته من أجل أن أفتدي هول المطلع مطلع الوقوف بين يدي الله يوم القيامة كانوا عرفانين خايفين خايفين من السؤال لأنه من نوقش الحساب عذب ويقول ابن عمر رضي الله عنه اللي هو ابنه كان رأسه عمر في حجري حطيته على على ركبي في مرضه فقال لي ضع خدي على الأرض حطني شو الأرض الأرض يعني الإطراب فقلت وما كان وما كان عليك كان في حجري أو على الأرض يعني ليش على الأرض قال ضعه لا أم لك فوضعته سيدنا عمر هيب فقال ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي هادي هيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا الرصيد اللي كان شغال عليه إجهل وين عند عند الوفاة وأما عثمان عثمان الذي كان يهز الدنيا بماله عثمان رضي الله عنه جهز جيس العسرة سيدنا عثمان بنك متحرك تعرفوا أنه سيدنا عثمان بقي في الخلافة خليفة للمسلمين أكثر من سيدنا عمر وأنفق كل ماله على رسول الله وفي خلافته ولم يبق من ماله إلا جمالين جمال بيركبوا وجمال للخادم الذي يخدمه لأنه كل سنة كان يحج بالسنة اللي مات فيها ما حج بتبرع بالجمالين شو صفها ها يعني كل شي الحيلة والفتيلة جعلها لله قال عندما ضربوه فاتوا قتلوا له سيدنا سيدنا عثمان عمر كان عمره فوق ثمانين قصة طويلة نحكي لكم إياها يعني بمقتل سيدنا عثمان اشتعلت الفتن سيدنا عثمان موته يعني فرقت الصحابة رضي الله عنه وارضاه هو كان صايم كان يصوم تنين وخميس وشاف بالرؤية انه يفطر عند رسول الله في الجنة العازم وسيدنا النبي وعلى المائدة أبو بكر عمر يعني ظل صايم وكان محاصر هدول أهل الفتن حاصروه وقتلوه وكان يقرأ القرآن وإلى الآن هناك النسخة الذي عليها دم أثمان فتن أخوانا الكرام نحنا ما نعنشين بفتن هلا هي رأرأ نقصك شوية أكل شوية شرب نقصك شوية يعني ونصروف الله بيبعت لك أما عثمان كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز عثمان جيش العسرة ولما حفر بئر روميا قال اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فارضى عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ظل الله عنه وارضاه شوفوا الإنسان إخواني الكرام أي إنسان وجميل إنك أنت سبحان الله لما الوالد كان في آخر يعني أيام حياته كانوا أحبابنا أهل العلم يجي يزورون أنا اكتشفت شغلة هل الواحد بيجي بيزور الناس اللي هن الصالحين أسأل الله أن يكون يعني الوالد من الصالحين بيأخذ دروس أنه شوفوا شلون الإنسان الله ختم له كيف ختم له بكرة أنت بدأك تكبر بدأك تغادر قال والدم يسيل على لحيته وهو يقول لا إله إلا أنت أيها لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ما أبليتني هذا بلاء صبر في ناس ما بتصبر من الألم من الشدة أما علي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي كمان قتل سيدنا علي شهيد رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي خرج من المدينة من أجل الفتن كمان فتن لك هدول الصحابة وهيك شو من نحكي نحن قال احتضر احتضر هذا الاحتضر لكن ضرب يعني ضرب بالسيف وسم رضي الله عنه وأرضاه قال كان يقول وهو يوصي الحسن والحسين يقول لا إله إلا الله يقولها قال وأوصيكم بلا إله إلا الله أيها يا رصيد عبي قال في مسبق الدفع وفي لا حيق الدفع بس نشوف الله عز وجل جعلنا من أهلي من أهلي لا إله إلا الله من أهلي لا إله إلا الله عبد الملك ابن مروان أحد خلفاء بني أمية وقرأوا هذا كان رجل صالح عبد الملك ابن مروان يعني كان من الصالحين رضي الله عنه وأرضاه كان يقول يا من لا يزول ملكه إرحم من زال ملكه رح ليجي يوم الإنسان شوي شوفوا إخوانا الكرام أد ما كان الإنسان بيده الأمور يعطي تليفونات وجه ما بتلاقي ساعة إلا سلب منك كل شيء تعرف هي إصبعتك اللي بتكتب آخر شيء بيصير الإنسان أتقيل بده يعطي أوامر عن طريق الواتس أب الواتس أب ما عد يشوفه وإيده بترجوف خلاص شو صار راح كل شيء راح كل شيء فاعلم أنه لا إله إلا إلا الله يا من لا يزول ملكه إرحم من قد زال ملكه لذلك أخوانا الكرام من مات على شيء بعث عليه شفت حدا من أحباب أخوانا 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 كبروا بالسن هيقلوا هيقلوا الذكر هيقلوا يسمع ألا برمضان شوفوا اليوتيوب هي نعمة لدروس الفاتت اللي عود اسمع نجبلوا سماعة نجبلوا السبحة لك كان الواحد بأيام زمان لما بتقاعد لعد في شغلة ولا عملة بيقول لك صار يجي على الجامع لك اللي عمي تقاعد لك عميصير أشد شراس مما كان عليه وقت عمله فتن فتن نبي عليه الصلاة والسلام يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يعني ختم النهار وهو صائم ومات فحان الله مبارح الجنازة اللي صلينا عليها شاب عمره ثلاثين سنة اللي عمي الحادث راح بده ينقذ إنسان معه شبه احتشاء بده ياخده عن المستشفى أحد أقرباؤه ليصلي عنده أم قلبيت السيارة على طريق القصر هو هذا الزلم اللي معه احتشاء هو اللي إجاء عم يحكي لي عم يقول لي بنصلي على من كان يريد أن يأتي إلي ما يعرف الإنسان ما يفعل به لذلك اللهم حسن الختام والوفاة على الإيمان بسك ورد بسك ورد حسن الختام والوفاة على الإيمان بدك ورد تاني قرآني توفني مسلما وألحقني بالصالحين أحد ملوك بني أمية قال دخلوا عليه قيل عبد الملك بن مروان قال كيف تجدك يا أمير المؤمنين قال أجدني كما قال ربي ولقد جئتمون فرادا فرادا هل هون بالدنيا الواحد بيقدر يعمل هيكي حوصة ويصلوا الزنبليطة شفير على واحد معه على يعني ظبّت أموره كل ما ارتفع البرج بترتفع القصة قالوا سلم عليك معلمي هنيك ما في معلم تجي لحالك ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أولا مرة وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لحالك فرادا فرادا لك تجي لحالك يسمع يسمع المدير العام يسمع وزير يسمع رئيس وزارة يسمع أمير يلي ينفكر حالك أنه لا تستطيع أو لا يستطيع أحد أن يوصل إليك لحالك هل بالفرد شلون بينزل الميت مين بينزل معه نحاله أو من هنا نبيلش الفرادة في واحد تنزل مثلا بتعطيه هاي مليون لير رألون زيل أنسو شو قال لك والله إذا تعطيني ما ليحسين أصلا أقرب الناس إليك لما بدهم يجنسوا حولا منك عشر دقائق ربع ساعة بهالشمس شو بيقولوا لك فاتحة فاتحة لروحه سامحوا يا أهل الجيرة أولادك يمكن أول سنة يجي بزوروك في العيد ثاني سنة يجو بدال العيدين عيد واحد ثالث سنة لك على روح بابا وعلى روح مدري مين وقالله بعدين كل حين ومين وعشر سنين برمضان يمكن يختمو لك ختمة إذا كانوا صالحين أوه أي ما عد في يا حصرتي المصاري اللي جمعتها شو ساووا فيها أخذوها ومرتك تجوزيت آه والسيارات أخذوها وزفين بين بيترحم عليك هاي رحمة كبيرة من عند الله أدم رصيد حتى ينفعك فاعلم أنه لا إله هاي حال الملوك هارون الرشيد اختملكم فيها كان هنا دي الغمامة لما تمر من فوق بغداد قال لا أمطري أو لا تمطري بدك أمطري هون أهلا وسهلا تنزلي على النعنعات والإيش والنخل ببغداد كتر خيري ما بدك روحي لسمرقند على نص الكرة الأرضية التانية فسوف يصل خراجك إلي لأنه هناك كمان دولة الإسلام نيح مرض هارون هارون ضل 22 سنة خليفة وكان من صلاحه سنة يحج سنة يجاه سنة يحج سنة يجاه ولما يحج سنة يروح ماشي سنة يركب على الهودج هذا الرجل لما مرض جاء بالأطباء قالوا له خالص كان حافر قبر وقف أمام القبر صار يبكي تصل لوين ننص الدنيا ملكه قرأ قول الله تعالى ما أغنى عني ماليا كان دمال نحن فقراء نحن بهذا الزمان نحن الفين اثنين وعشرين قرن الواحد والعشرين نحن فقراء أغنى غني ما بيطلع قدام إنسان عادي أيام زمانون هلا بقلكن ليش هلا الواحد هون إذا بدأ يشتري له شغلة بيت بالأصب تعرفوها ثلاث أصبات وأربع أصبات وعمر بيت مئة متر ومئة وخمسين متر هن إذا كان بده يعطي عطاء كان لما بدون يعطوا الملوك قل له أتضيعة لك شو تضيعها يعني أربعة آلاف دنوم خمسة آلاف دنوم عشرة آلاف لذلك هذا هو زمن الإقطاعيين اللي كانوا يتوارثوه عنده شو هلا هون بيقول لك والله شاري نص دنوم مساوي عليه مثل مزرعة وكذا نص دنوم لك شو أنت فهذه اللي عنده مال قارون ومال قارون لا شيء أمامه قرأ قول الله تعالى وهو واقف على شفير قبره ما أغنى ما أغنى عني مالية هلك عني وبلش يقول لا إله إلا الله وغادر هذه الحياة للدنيا سوف نغادرها وهي رمضان يمضي وهي اليوم 23 هلأ الآن هي وصيتي لكم مو بس اليوم ومو بس برمضان هذا وردكم في الحياة قل لي نحن أخواننا الكرام نحتاج إلى رحمة الله مريض القلب يحتاج إلى شيء يساعده للبقاء في هذه الحياة بيقول له الحبة واللزقة هدون ما بفارقوك وإذا بتقصر تجيك هجمة شو بيصير فيه بتروح نحن وردنا ستي وستة وجدّي وجدّك أبي وأبوك مسبحتون ما بتفارقهن مسبحتون مو متل مسابحنا هاي المسبحة نحن هاي اللي ثلاثة وثلاثين وهي مو شغل مسبحتون كانت ألف ألف عنده ورد ألف يعدو دنين ثلاثة يمسكوها يدوروها أنت مية وأنا مية وهذا مية مية لا إلهة إلا الله مية سبحان الله مية الحمد لله هذا معناته فاعلم نحن عم نجمع لكم بين العلم اللي عطيناكم ياه اللي هو اليقين والإخلاص وبين تحريك الشفاء لأنه يعني أول ما بدأ تشغل السيارة بدأك تدق إلا مرش تهدى عليها ها بس تحمى نمشي شوي شوي ما هيك تطلع الواحد أول بعدين الأيام هذا القير هذا كله أوتوماتيك صار ما شاء الله سبحان الله سبحان الله كان عندي سيارة ما ارتقيت سعب ترجع لورها كان سيدنا جبريل يقول يقول ليا واجدو يا مهجدو لا تزل نعمة لا تزل نعمة أنعمت بها علي اللبن اللبن اللهم جعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الدار الآخر يا رب هاي النعمة ما تزولها هل أنت عم تأكل لبن صدي تأكل صبر يا رب كل وشكور هل اليوم ثلاثة وعشرين يعني بقي من رمضان الخير ذهب أعظمه يعني هل ليش ثلاثة وعشرين يوم وبقي خيرهم كما أنا راح يومين من أيام بقي الفضل بقي هذه الأيام اللي فيها الخير فلإن شاء الله نحن الأربعة ليلة الخميس يعني ليلة وطرية قوم بالشام يعني عندهم ليلة سبعة وعشرين يعني أساسية طب والخميس ليلة الجمعة هنصلي فيكم بألف آية هاي شو بدها هاي بدها عزم جازين وباحث صحيان مفتح مرة كنت صلي أنا دائما بصلاة التهجد وقرأ جزء بغير رمضان فجر الجمعة في أخ دائما يصلي معي والله ما يقطع بعدين استفقدته معدليته تقول له شو اللي ماعد فيه ركب تقول له لو ماعد فيه ركب كبرت سنك لو تصلي على الآع بس ما تقطع الصلاة صلي ركعتين هيك وركعتين هيك اللي ماعد فيه ركب تقول له بلكتاك والبرغل هذا البرغل ما هي راح نستبدلنا البرغل بإيش بالرز شو هي الرز هي الضاعة الصينية عميحطونا بلاستيك كمان والله يا أخوال الكرام كمان الإنسان بده يعرف صالحه مادي تععي بحاله بيالأيام هيك صفاء ونقاء الله يباركنا فيكم ربنا اجعلنا من عبادك المقبولين لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصية الأنبياء الهر كلهم وفطرة النفس بالتوحيد في الناسان وشعبة من سنة الإيمان أرفعها قامت بها السماوات السبع في القدام لا إله إلا الله من قالها خالصا نال النجاة بها دنيا وأخرى ونال السعد في الختم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة